الحكومة اللبنانية على خط الاتصال الفرنسي الإيراني وتقارير تكشف الحاجة لتغيير طبيعة النظام السراج يرفض التوافق الليبي حول استئناف النفط وميليشيات مصراطة تمنع معتيغ من التصريح ميليشيا الحوثي تشرك محافظة المصرف المركزي في محادثات الأسرة في جينيه وتحاول مقايضتهم بالنفط والمال عشية تطبيق آلية الزناد على إيران واشنطن تستعد لإعادة العقوبات وأوروبا عفو منها استوديو الحدث مع محمد أبو عبيد أهلا بكم إلى استوديو الحدث على مدى ساعتين نفتح فيهم عددا من الملفات ونوفيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة والبداية من التطورات المتعلقة بأزمة تشكيل الحكومة في لبنان العقدة الحكومية اللبنانية على حالها إذن اتصالات ومشاورات مددت بطلب فرنسي تجنبا لإعلان فشل مبادرة الرئيس ماكرون باريس التي واكبت الاتصالات حاولت إقناع حزب الله بتمرير مبادرته بمغازلته في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية تستبعد فيه تخزين الميليشيات للنترات الأمونيوم على أراضيها مصادر لبنانية مطلعة استبعدت أن تكون الطريق آمنة لإنقاذ المبادرة الفرنسية وأكدت أن العقدة التي سببها تمسك الثنائي أمل وحزب الله بحقيبة المالية لم تكن قائمة وكان من السهل إيجاد مخرج مناسب لها وإنما هي أزمة استجدت بعد العقوبات الأمريكية على النائب علي حسن خليل الذي يوصف بالذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب وترى مصادر أن ماكرون يستعين بإيران لحل تعنت أذرعها في لبنان وأن المهمة بالنسبة لطهران تلقفها للمبادرة الفرنسية كسبا لمزيد من الوقت والاستثمار في انتظار الانتخابات الأمريكية وعلى طريق شرعانة حزب الله وتمسكه بطرف دولي أوروبي يحافظ على علاقة معها ومع حزبها في لبنان رغم أن طهران لا تريد أن تكون فرنسا صاحبة يد طولة في السياسات اللبنانية إذن لبنان طالما عانى من أزمات على مدى أكثر من قرن أو نحق قرن تقريبا أي منذ تأسيسه وما شهده إذن من حروب واحتلالات فمئة عام على تأسيس لبنان في عام 1920 من القرن الماضي حربان أهليتان احتلالان وأزمات ونكبات وانفجارات أيضا وغير ذلك عشرة عقود شهد فيها اللبنانيون حلمهم بالدولة يتلاشى أمام أعينهم جراء نزاع ساسته على السلطة والفساد أيضا الذي ينخر مفاصل الدولة إلى حد باتوا يتساءلون عن سبب استمرارهم بمسرحية أو بمسرحية الدولة وهذه المسرحية القائمة على نظام قابل للانفجار في أي لحظة كيف لا وهو القائم أصلا على المحاصصة الطائفية في المناصب التي تمنح رئاسة الجمهورية لماروني ورئاسة الوزراء لسني ورئاسة البرلمان لشيعي نظام بات في حاجة إلى مراجعة بعد أن سمح بتمدد حزب الله اللبناني على حساب باقي اللبنانيين كما قال تقرير في الواقع لفرين بوليسي فهذا التقرير طبعا قرن الفشل بهكذا أو جاء هكذا تقييم من المائة عام من حياة اللبنانيين ووفقا للتقرير طبعا الذي حث على ضرورة تبني نظام جديد بميثاق جديد غير الذي كان يعتمده وهو مطلب ليس خارجيا فقط بل إن الكثير من الخطابات في الداخل اللبناني تسير بهذا الاتجاه على غرار ميليشيا حزب الله وحركة أمل التي تطالبان بميثاق جديد ولا يفوت أنصارهما أي مناسبة للمنادات بذلك بينما يقبل بالفكرة فرقاء آخرون بعد أن استحال التعايش مع سلاح ميليشيا حزب الله التي تعظم نفوذها حتى بات الدولة داخل الدولة موسيقى من بيروت معي الدكتور رضوان السيد وسادة دراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية أعلن بك دكتور رضوان معنا في السوديو الحدث من خلال تتبع الآن مسار التطورات في لبنان يبدو أن فرنسا وجدت أنه لابد من الرجوع إلى إيران من أجل إنجاح مبادرتها في لبنان هل هي الحال كذلك؟ الواقع لا نعرف بالتحديد المهم أن الفرنسيين استمهلوا الرئيس المكلف مرتين كان مفروض منذ خمسة أيام أن يعلن اعتذاره فأجلوه أول مرة يومين ثم أجلوه تاني مرة ثلاثة أيام وهم يتواصلون مع الأطراف اللبنانية برئيس الجمهورية وأطراف الثناء الشيعي وربما تواصلوا نعم مع إيران المسألة هنا ليست مسألة تسهيل تشكيل الحكومة فقط بل مسألة الوضع الذي بلغه البلد نتيجة تسهيل تشكيل الحكومات وتركها لحزب الله هو عنده الآن في السلطة حكومة التي استقالت وهي تصرف الأعمال حكومة اللون الواحد يعني كلهم من عند حزب الله كلهم من عند حزب الله ومن عند الرئيس الجمهورية ومع ذلك فجلوا في صنع أي شيء إذا كنت ستأتي شرط المجيء بوزراء الشيعة من تعيين الثناء الشيعي ومنهم وزير المالية فماذا تكون قد فعلت ما هذا الفساد مستمر منذ أكثر من عشر سنوات الفساد السياسي أقصد أما الفساد الاقتصادي وما شابها فهو يعم الدولة اللبنانية كلها ولكن سياسات تشكيل الحكومات تعيين رؤساء الحكومات تشكيل الحكومات هو بيد الحزب منذ العام 2011 منذ أسقطوا حكومة سعد الحريري وأتوا بحكومة أخرى والآن يمكن أن يأتوا بحكومة أخرى وتعين لهم وزراء المالية والكهرباء وكل المرافق الفاسدة تعيد إليها وزراء لكنها لم تستطع أن تنتج شيئا فإذا تنازل الأطراف الحريصون على الجستور والحريصون على الطائف والحريصون على السلام الأهلي هذه المرة أيضا لا يبقى هناك أمل لدى اللبنانيين وسط هذه الانهيارات الكبرى التي صنعها العهد وصنعها الحزب ما الشكل السيناريو الذي نتوقعه نترقبه بالتالي إذا بقيت الحال على ما هي عليه ولم تكن هناك استجابة في الواقع للمبادرة الفرنسية كيف يمكن لفرنسا أن تتصرف إذا أخيبت الأمل هذه هكذا سيعدها مكرون بالتالي إما أن تنسحب وإما أن تدعم حكومة تصريف الأعمال التي هي حكومة فاشلة وفاسدة في الوقت نفسه وخاضعة لحزب الله لذلك لا بد من وقفة وطنية صلبة مرة من المرات وبالذات بعد أربع آب انفجار المرفأ الذي هناك شبهات كثيرة على دور حزب الله فيه وصدور حكم محكمة الحريري الذي يدين رجلا كادرا كبيرا في حزب الله بترأس مجموعة اغتالت الرئيس الحريري بين 14 و18 آب الماضي لذلك لا يمكن تحت وطأة الحاجة والإلحاح كما نقل عن وليد جنبلاط أن يوافق الوطنيون اللبنانيون سنة كانوا أو مسيحيين أو شيعة أو ما شابه الذين يعملون في الشأن العام التنازل هذه المرة لأنه في هذا الظرف الخطير إذا صار هذا التنازل أن تنشأ حكومة فاسدة من جديد أو فيها عناصر فاسدة وبوزارة المالية بالذات فإنه لا يبقى آمن أنا لا أعرف إذا عين وزير شيعي في هذه الحكومة إذا كان صندوق النقد الدولي يتعاون معنا سيتهمه وقد لا يكون الاتهام دقيقا لكن لنضرب مثلا بوزارة الخارجية اللبنانية أتى إليها في الحكومة المستقيلة الآن رجل مستقل نصيف حتي لم يستطع أن يعمل شيئا واستقال قبل استقالة الحكومة لماذا؟ لأن الجهاز مسيطر عليه جبران بسيل جهاز وزارة المالية مسيطرين عليها الثناء الشيعي والفساد الكبير الذي فيها جزء من هذه الممارسات كسائر وزارة الدولة التي جارت فيها دكتور رضوان هناك من يقول ومنها فورن بوليسي مثلا التي أوردت تقريرا تقول فيه وهذا ليس أول مرة في الواقع يقال مثل هذا الكلام لا شفاءة للبنان إلا بتغيير جذري لنظام الحكم نظام المحاصصة هل يمكن للبنانيين أن يتصوروا ذات يوم بأن هذا قابل للتحقيق؟ نعم ليس نظام الحكم ممارسات الحكم يعني عندما يكف رئيس الجمهورية عن مخالفة الدستور ويترك الاستشارات الملزمة للنوابية التي تحدد رئيس الحكم وهو ما لم يفعله منذ بداية عهده وعندما يكف حزب الله عن السيطرة على المرافق المرفأ والمطار والمعابر مع سوريا وسائر مرافق الدولة والاستعباد بحجة المقاومة هذه ممارسات مخالفة للدستور وللعيش المشترك وحتى لأعراف النظام اللبناني لا نحتاج إلى نظام جديد نحتاج إلى الصدقية في التعامل مع النظام الحالي يعني تقصد أن النظام الحالي نظام حالي لو نقح ونظف من هذه الشوائب الفسادية كان الحال جيد بالنسبة إلى اللبنانيين يعني لا داعية أفهم من كلامك لتغيير هذا النظام يا سيدي أنا لست متأملا كثيرا حتى لو تشكلت حكومة الآن في إمكان بهذه التركيبة الحاكمة أن تتغير أشياء كثيرة نحن نريد حكومة مهمة كما سماها رئيسها المكلف توقف الانهيار الاقتصادي بالعودة إلى التفاوض بشكل موحد وصادق مع صندوق النقد الدولي ومن جهة أخرى تستعين بفرنسا في مبادرة التي يطلقونها لدعم لبنان في أواصل أكتوبر وتعيد علاقتنا الطبيعية بالعرب والعالم هذا ما يتطلبه الأمر الآن لكن وسط هذه التركيبة الحاكمة ورئيس الجمهورية منهم وأكثرية مجلس النواب معهم حتى لو قامت حكومة كما طلب الفرنسيون وكما يطالب اللبنانيون يستطيعون إيقاف كل القوانين الضرورية الآن في مجلس النواب لأنه عندهم أكثرية فيه فالنظام صار مأزوما لأن هناك من يريد السيطرة عليه وتجاهل الدستور وتجاهل العيش المشترك وتجاهل الأعراف رغم الانهيار الهائل الذي تسبب في ذلك لبنان الذي كان طليعيا في إنشاء المصارف وفي الجامعات وفي المدارس وفي الطرقات وفي المرافق السياحية والمطابع ودور الناشر ودور الناشر كل شيء كله بعد مئة سنة على قيام النظام اللبناني يأتي هذا العهد وحزب السلاحي هذا فيقضون على كل شيء ساعة بحجة حقوق المسيحين وساعة بحجة حقوق الشيعة وساعة بحجة صلاحيات رئيس الجمهورية التي تجاهل الطاقة كلها تهريجات للاستمرار في الاستلاء على الدولة المفلسة وعلى المرافق المدمرة هل نصغي مرة عاشرة أو أكثر من عشر مرات منذ مقتل رئيس الحريري سنة 2005 وحتى الآن تنازلنا بحجة التضحية يتنازل الوطنيون اللبنانيون بحجة التضحية من أجل المصلحة الوطنية الآن المصلحة الوطنية تقتضي أن لا نتنازل عن الدستور وأن لا نتنازل عن حكم القانون وأن لا نتنازل عن تنفيذ القرارات الدولية كما سبق أن فعلنا طوال هذا الوقت هذه محنة كبرى شكرا لك من بيروت الدكتور رضوان السيد والسادة الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية والستوديو الحدث متواصل فيه بعد الفاصل ميليشيات مصرى فتوج بيرو معتيك على إلغاء مؤتمر صحفي بعد حواره النفطي مع الجيش الليبي لا يتوقف الفيروس كورونا عن كشف نفسه في أرساد المصابين ومؤشر الإصابات بالفيروس في ازدياد داخل الدول العربية الموقف صراحة صعب لأنه لحماية المدنيين يجب أن يكون هناك حضر تجاول بس بنفس الوقت المدنيين مش قادرين يأكلوا كيف عايشين هنا بهذا الحضر التجوال كيف كان رزقكم كيف يرادكم حماية النساء والفتيات من العنف المنزلي هذه الناس تتحرك لعملها ولا إلى أين ذاهب يعني ما هو سبب الخروج الآن أنتوا كدوريات كعسكر كم رجعتوا على بيوت سوف نرى اليوم الأسوأ بالنسبة لنيويورك في تصريحة تقول أن الأسبوع القادم سيكون هو الأسوأ ما الذي يمكن أن يكون أسوأ مما نحن عليه الآن ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مازلنا في ساعتنا الأولى من السوديو الحدث في الملفات المختلفة إلى التطورات المتعلقة الآن بليبيا نقلت وكالة بلومبرغ عن أحمد معتيغ نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يرفض بشدة الاتفاق الذي أبرم بشأن استئناف إنتاج النفط وقال معتيغ للوكالة إنه كان لديه آمال كاذبة بشأن موافقة السراج على الاتفاق كاشفا أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تكن جزءا من المناقشات التي أدت إلى الصفقة من جانب آخر أعلن آمر المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق أسامة الجوالي رفضه لاتفاق فتح النفط ووصفه بالمهزلة ودع المجلس الرئاسي لإعلان موقفه منه إلى ذلك ذكر مسؤولو شركات النفط الليبية لموقع المرصد أنهم لم يتلقوا أي قرار باستئناف إنتاج وتصدير النفط حتى منتصف الليل هذا وقد أفادت وسائل إعلام الليبية بأن ميليشيات مسلحة في مصراطة يشتبه أنها تابعة لوزير داخلية حكومة الوفاق فتح باشاغة اقتحمت مؤتمرا صخفيا لأحمد معتيق العضو في المجلس الرئاسي الليبي وأجبرته على إلغاء المؤتمر يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الوطني الليبي على لسان اللواء أحمد المسماري تأييده لمعتيق في تمثيل غرب ليبيا وتشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادة النفط الليبي هذا ويعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان يوم الاثنين عن فرض عقوبات على ثلاث شركات يتهمها بخرق حضر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وفق مصادر دبلوماسية وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عملية إيريني المنتشر قبالة سواحل ليبيا والمكلف تطبيق حضر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار وبموجب العقوبات ستدرج الشركات في القائمة السوداء وستجمد أصولها في الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع يصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل يوم الاثنين في بروكسل من القاهرة معي الباحث السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم أستاذ إبراهيم أهلا بك لماذا جن جنون بعضهم في ليبيا بخصوص إعلان النفط وما أعلن والذي على الأقل علق عليه كثير من الليبيين الأمل في بداية لحلحلة الأزمة في ليبيا ألم بك لأن هذا الاتفاق أو هذه الصفقة التي أبرمت ما بين القيادة العامة للجيش ممثلة في خالد خليفة حفتر ناجل خليفة حفتر وبين أحمد معتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي في سوتي في روسيا برعاية روسية أو روسية من خلف السطار على أقل تقدير هي تمثل واقعا جديدا يجعلنا نفكر بشكل أعمق في مصير التسوية السياسية ومؤتمر جنيف وبوزنيقة وأمور كثيرة جدا يخلق واقع جديد هذا الواقع ربما يكون موازي لحالة التسوية السياسية التي تمر بها ليبيا في هذه المرحلة برعاية أمريكية أو برعاية الأمم المتحدة لأن بهذا الشكل الآن أصبحنا نتعامل مع ظروف جديدة هو لاعبين جدد اللاعبين جدد عناصرهم هو خليفة حفتر والقيادة العامة للجيش ومن معه مع حفظ الألقاب طبعا في طرف وفي الطرف الآخر أحمد معتيق بدلا من منظومة حكومة الوفاق كلها كممثل عن مدينة مصراتة ولكن ما جرى أمس يبدو أن الخلفات في داخل المدينة أو خلفات داخل معسكر الوفاق جعل هذه الصفقة لا تمر بالشكل الذي كان متوقع لها منذ البداية بالرغم من أن الحديث بشكل واضح على أن هذا الإعلان الذي كان مفترضا يكون من سرد كان سيكون محطة جديدة في محطات عدة لأن هذا الاتفاق الذي أعلن عنه من سيد معتيق أو سيد المسماري الناطق باسم القيادة في شرق ليبيا جرى بعد جولات عدة جرت ما بين الطرفين بين القيادة العامة وحكومة الوفاق ممثلة في معتيق عدة جولات جرت وعدة جولات ستجرى أيضا خلال هذا الأسبوع ستعقد جولة أخرى لبحث هذا الاتفاق وبحث تفاصيل هذا الاتفاق على أمل أنه كان سيمرر لكن بعد حالة العرقلة وحالة الرفض داخل حكومة الوفاق بالرغم من أن أحمد معتيق حدث بكل وضوح على أنه تحصل على ضوء أخضر من رئيس المجلس الرئاسي وعلى أن كل ما يقوم به في موسكو كان على اطلاع به وزير الخارجية سيد محمد سيالة أو هذا ما يحاول أن يبرر به موقفه هو بأن محمد سيالة كان في كل الجولات التي دارت في موسكو حتى وصل إلى هذه المرحلة ولكن حالة الرفض الشديد في داخل ترابلس بالرغم من أن الصفقة الصفقة مرضية أو الصفقة تحاول أن تكون أو الصفقة الأقرب أن تكون صفقة لصالح حكومة الوفاق فعلية 60% من الإرادات لحكومة الوفاق و40% لبرقة ولفزان للقليمين برقة وفزان هذه صفقة مربحة ورغم أنها صفقة مغرية لكن حكومة الوفاق التي قد تتمسك بهذه الصفقة باعتبارها أنها مركب النجاة أو طيق النجاة لاستمرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق فعليا تمسك بهذه الصفقة وفتحها مجالا أو حوارا مباشرا مع خليفة حفتر يمكن أن ينتقل إلى أو يمكن أن تمديد لحكومة الوفاق لكن هل هناك مثلا أطراف خارجية هي التي قد تكون أفسدت ذلك؟ قطعا تركيا لم ولن تتدخل في هذه المسألة لأن الروس لا يعتقد أنهم سيسمحوا لعبث من أي نوع في هذا الاتفاق أحمد معتيك كان يتحدد بشكل واضح على أقل المقربين منه بأنه أخذ كل ضمانات من الأتراك أنهم لن ولا يتدخلوا في هذه المسألة وإن تدخل الأتراك فعلا سيجهدوا هذه الصفقة على كل المستويات خليفة حفتر يقبل بهذه المسألة المعسكر السياسي في شرق ليبيا كل ظروف ستنهار هذه الصفقة قبل أن تبدأ ولكن وصلت إلى هنا إذن هناك تفاهمات بشكل أو بأخذ لكن خليني أقول بأن كما أشرت في البداية أن خلف السطار روسيا إذن هذه الصفقة روسية اليوم طرفا سياسيا ليبيا أساسي سيتجه نحو ليستمع من الأمريكان أو الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من هذه الصفقة هذه الصفقة بعلم مجلس النواب بعلم المعسكر السياسي في شرق ليبيا وبرضى المعسكر السياسي في شرق ليبيا بالرغم من أنه يسقط 10% من الفكرة أو من النسبة التي مفترض أن تكون مخصصة لشرق ليبيا النسبة كانت 50% لطرابلس 30% لبرقة 20% لفزان أصبحت الآن بحسب هذه الصفقة 60% لطرابلس 40% بين برقة وفزان باعتبار أن حفتر أو من هم مريديه أو مواليه أو المقربين منه هم من سيديروا مثل التوزيع الإرادات اليوم سيستمع طرفا ليبيا أساسي الموقف في الأمريكان وثم ينقل الصورة إلى الليبيين حتى الآن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تدير العملية السياسية بروماتيا والتي تضغط على الليبيين لإنجاز أو لتشكيل سلطة سياسية قبل نهاية أكتوبر وأن تكون هناك حكومة اتلاف وطني أو حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد قبل نهاية أكتوبر قبل نهاية أكتوبر أي نتحدث عن أقل من 43 يوم أو 42 يوم فقط يعني مسألة ضيقة جدا الوقت ضيق لإجراء تسوية سياسية وليتشكيل حكومة طيب هناك الآن أيضا مسألة معقدة الأوروبيون يبدو لا يسعف الجديد يبدو على يعني وشك اتخاذ موقف جديد أيضا بخصوص ليبيا وبخصوص أيضا فرض عقوبات على شركات نفطية شوف خلينا يعني مش حارف هل ينفع أن نقوله بعض بعض الأمور يعني هناك ملاكمة في الظل في ليبيا هناك ملاكمة في الظل لا يخرج منها في الأعلام إلا المواقف البسيطة الناعمة نرفض نقبل هذا ما يحدث ولكن خلف الكواليس هناك صراح حقيقي الآن هناك أطراف ليبيا أو أشخاص ليبيا أو شخصيات سياسية بارزة تقدم نفسها لدول أوروبية وللغرب على أنها قادرة أن تلعب دورا أساسيا في المرحلة المقبلة من بين هذه الشخصيات أعتقد أن رئيس المؤسسة الوطنية النفط مصد صنع الله والذي كان في الجمعة الماضي يعني قبل حوالي 8 أيام كان موجود في لندن ووعد الشركات أوروبية بأنه سيحصل على عقود بالمليارات في حالة أنه نجحت أوروبا والغرب نجح في إعادة النفط في ليبيا وحماية هذه المنظومة منظومة القطاع النفطي أو الحقول النفطية والمواني النفطية وضغطت أوروبا بضغط سياسي أو أكثر من مجرد جهود سياسية أو مساعي سياسية على الأطراف في الداخل الليبي لإعادة النفط وحماية النفط أن هذه العقود ستكون مقابل هذا الدور الأساسي ولكن الآن بصفقة روسية أعتقد أن أوروبا أيضا في حالة من الترقب أو نحن في حالة من الترقب لاستماع موقف أوروبي ربما يفرض عقوبات على الليبيين إذا لم تكن راضية على الصفقة التي تدار الآن حتى الآن الصفقة كما أشرت أنها مرحلة من مراحل الإعلان عنها مرحلة من مراحل هناك مراحل قادمة سيلتقي من جديد ممثلين عن خليفة حفضر وممثلين عن أحمد معتيق إن لم يكن هو بشخصه أو هو بنفسه في جولات أخرى للبحث وتقديم تفاصيل أكثر لكن علينا أن نعيد ونقول بأن هذه الصفقة تجعلنا نفكر بأن المسارات الثلاث التي ترعاها الأمم المتحدة المسار الأمني والمسار الاقتصادي تحديدا والمسار السياسي قد لا يكون لهم أي قيمة في مقابل صفقة مباشرة ما بين طرفين قويين يتظل هذه المسألة تظل هذه المسألة برمتها يمكن أن نقول بأنها تحت رعاية أو بناء على إرشادات أو بناء على تعليمات رئيس مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي في اتفاق الذي أعلن عنه في 21 أغسطس لوقف اطلاق النار وإعادة فتح النفط ولكن يظل كما أشرت أن مواقف الدولية اتجاه هذه الصفقة مهمة جدا وستحدد إن كانت ستمر أو لن تمر شكرا لك من القاهرة الباحث السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم سجل حدث متواصل وفيه بعد الفاصل مصادر خاصة للحدث تكشف أن الكاظم يستعد لاختيار شخصية جديدة لإدارة المطارات وميناء الفاو موجهة النظر المختلفة حول الكاظي والملامح الأولى بالسياسته مطالب الناس هذه المطالب أمانة في أعناقنا مشكلة القوى السياسية ما زالت هي مذعنة في موضوعة المحاصصة الشعب العراقي يرفم الطائفية ويرفم الفرسنة لا خيار لنا إلا بحصر السلاح بيد الدولة السيد الكاظمي عازم على موضوعة تقويض الفساد نحن أمام إجراءات غير مسبوقة أخلاق تام قطع للطرقات المحاصصة إلى أي مدى فعلا يمكن تجاوز هذه العقدة الكبيرة في العراق هذا قرار المفروض يتأخذ سيد رئيسي وزراء أما تكون مع الشعب أو تكون مع الأحزاب من يملك السلاح يملك السياسة في العراق كيف سيتعامل معها رئيس وزراء لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث أهلا بكم ما زلنا في ساعتنا الأولى من السوديو الحدث في ملفاتها المختلفة إلى التطورات في العراق أوضح الرئيس العراقي برهم صالح أن الإصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي المناسب لتنفيذها مصادر خاصة للحدث أكدت أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يستعد لاختيار شخصيات جديدة لإدارة المطارات وميناء الفاو ومواقع أخرى سبيلا لإتمام خطته في حربه على الفساد وكشفت المصادر عن استرداد الحكومة زهاء ثلاثمائة مليون دولار أمريكي نتيجة حملة اعتقالات ومنع سفر بحق مسؤولين التنفيذيين سابقين أبدأ بعضهم استعداده لإعادة أموال حصل عليها عن طريق رشا أو عمولات المصادر أفادت بأن تحقيقا قاده الكاظمي كشف عن وجود مئة ألف اسم وهمي كانوا يتقاضون مخصصات تقاعدية هذا ذكرت المصادر الخاصة أن حرب الكاظمي على الفساد أربكت القوى السياسية التي ستسعى إلى استدعائه إلى البرلمان لسؤاله عن برنامجه الحكومي في محاولة لإسقاطه إذن بعض الإصلاحات التي يحاول رئيس الوزراء العراقي الكاظمي اتخاذها في محاولة منه على الأقل للبدء في برنامجه الإصلاحي هذا البرنامج الواقع ليس طبعا معبدا أو طريقه ليست معبدا بالورود رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إذن يستعد لاختيار شخصيات جديدة لإدارة المطارات ميناء الفاو ومواقع أخرى في إطار خطته في محاربة الفساد في الواقع هذا ما أكدته مصادر خاصة للحدث كاشفة عن استرداد الحكومة نحو 300 مليون دولار أمريكي هذه في خطوة أولى طبعا من الحرب على الفساد بعد حملة الاعتقالات ومنع سفر بحق مسؤولين تنفيذيين سابقين وبعضهم أبدى استعداده لإعادة هذه الأموال التي حصل عليها عن طريق الرشا طبعا أو عمولات المصادر أفادت بأن تحقيقا قائده الكاظمي كشف عن وجود 100 ألف اسم وهمي كانوا يتقاضون مخصصات تقاعدية وأن رئيس الحكومة الكاظمي يستعد عشية ذكرى تظاهرات أكتوبر لإحداث سلسلة تغييرات في 200 موقع من بينها مواقع حساسة في عدد من الوزارات وذكرت المصادر الخاصة أن حرب الكاظمي على الفساد في الواقع أربكت القوى السياسية التي تسعى إلى استدعائه للبرلمان ومساءلته في هذا الإطار حيث أشارت المصادر إلى أن تلك القوى تنتظر الإشارة من إيران التي بدورها تنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية عضو مجلس مكافحة الفساد سابقا الخبير سعيد ياسين موسى أكد أن عمليات اعتقال الفاسدين لا يمكن الطعن بها وكشف عن وجود ملفات في مجلس مكافحة الفساد السابق وفق فئات مختلفة شملت ألف موظف ونحو 140 موظفا من مختلف الوزارات وأوضح موسى أن من بين هؤلاء تمت معالجة ملفات 800 موظف في الادعاء العام وهيئة النزاهة والقضاء أيضا مضيفا أنه كان يفترض تنفيذ إجراءات قضائية بحق الباقين بداية العام الحالي إلا أن الأمر توقف من جانبه ذكر عضو لجنة الدفاع النيابية عبدالخالق العزاوي أن موجة الاعتقالات في الحرب على الفساد ستشمل المحافظات كافة من أربيل معي الدكتور مهند الجنابي الساد العلوم السياسية دكتور مهند أهلا بك إذن نتحدث عن ملف شائك أمام مصطفى الكاظمي ملف محاربة الفساد من الآن هناك من يسعى لإسقاطه فقط لمجرد أنه يريد أن ينفذ برنامجه الانتخابي والذي يتمثل أيضا بملف الفساد ومحاربته هل من الممكن أن يسقط رئيس الوزراء قبل أن يستكمل هذا الملف ومحاربة الفساد نساء الخير أستاذ محمد تحياتي لك وأستاذ المشاهدين فعليا في العراق اليوم الحكومة بدأت صراعها مع قوى الفساد مع قوى اللا دولة مع من أوصل العراق إلى هذه النتائج هذه الخطوات يستشعرها الشعب العراقي على أنها خطوات في طريق الإصلاح وعلى أن الحكومة بدأت تسير في الطريق الصحيح الذي يلبي طموحات الجماهير سبق لرئيس الوزراء قبل أيام أن أعلن عن مهام حكومته بثلاث مهام تهيئة الانتخابات عادلة وإحياء الاقتصاد وضبط الأمن بالتالي هذه الإصلاحات يتندرج ضمن هذه العناوين المحددة تحديد هذه الأهداف يركز جهود الحكومة من أجل تحقيقها قوى الفساد التي تجذرت في جسد الدولة العراقية في المؤسسات الرسمية هي فعليا اليوم في خطر وتستشعر هذا الخطر أمام الاعتقالات والتحقيقات واللجانة التحقيقية التي للمرة الأولى في العراق نقول أن هناك نتائج من اللجانة التحقيقية التي تشكلها الحكومة ولكن في المقابل فعلا أن الحكومة اليوم هي تواجه الملفات شائكة بالأساس وأيضا عملية تنفيذ هذه الإصلاحات تواجهها معرقلات من قبل القوى المتضررة القوى المتضررة على رأسها الأحزاب السياسية والكتل السياسية وأيضا من خلف هؤلاء الجماعات المسلحة والفصائل المسلحة التي تسيطر وتصادر القرار السياسي ما يؤشر حتى اللحظة على جهود الحكومة أنه حكومة سيد الكاظمي بدأت تستعيد صلاحياتها التي كانت مسلوبة من القوى السياسية هناك صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء لم يستطع أي رئيس وزراء سابق بعد نور المالكي عندما رسخ هذه السياسة أو هذه الفكرة على عملية صنع القرار العراقي اليوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يستعيد صلاحيات مجلس الوزراء وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة من أجل ترجمة قدراته وإمكانياته في اتخاذ القرار لإصلاح ينتظر أبناء الشعب العراقي من ضمن الإصلاحات التي سيقوم بها في الواقع تعيينات جديدة في المطارات وفي ميناء الفاو مثلا في بعض المؤسسات الحساسة هل هذا له دلالات ربما خاصة أننا نتحدث عن منافذ لطالما بعض الجهات حاولت أن تضع يدها عليها لمنافع إما مالية اقتصادية أو سياسية معينة لا بالتأكيد أستاذ محمد هذه الجماعات تعتاش على هذه المنافذ وهذه المناصب وأساس عمل الأحزاب والكتر السياسية وتمويل انتخاباتهم وكل من سيطرة عناصرهم على هذه المؤسسات الرسمية حكومة الكاظمي عندما بدأت بسياسة القضم لسلطة هذه الأحزاب من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية أو إدارة المنافذ الحدودية بطريقة شفافة وطريقة صحيحة وأيضا التغييرات في المناصب هي مسألة مهمة جدا في تجريد حيتان الفساد والجماعات المسلحة والكتل السياسية التي ترتبط بالخارج من أذرعهم الحقيقيون الأذرع الحقيقيون للأحزاب التي ترتبط بإيران وترتبط بالخارج وتهدد الأمن الوطني العراقي هم هؤلاء الموظفون الذين تسلموا مناصب بناء على ولائهم الحزبي وهذا ما يجعلهم يأتمرون بأمر زعيم الكتلة السياسية وليس بأمر رئيس مجلس الوزراء هذه بمجملها عندما وصل إليها الكاظمي بعد تجربة الدورة وجد أنه سياسة القضم وسياسة قطع الأذرع هي السياسة الأنجع في مواجهة هذه الجماعات والأحزاب والكتل السياسية سيما أنه هذه تندرج ضمن إجراءات قانونية لا غبار عليها ليس هناك من اعتراض عليها ومن يعترض على هذه السياسات يضع نفسه في مواجهة مع الدولة ومواجهة مع ابناء الشعب العراقي بالتالي أعتقد أنه مسألة السيطرة على المطارات والتعينات هي خطوة مهمة في ترسيخ سلطة الدولة وترسيخ صلاحيات رئيس الوزراء على إدارة شؤون البلاد حتى رئيس الجمهورية يقول بأن هذه الإصلاحات حتى تنفذ وتنجح لا بد من توفير المناخ السياسي المناسب لها أي مناخ سياسي مطلوب الآن توفيره؟ يعني الإجراءات التنفيذية أستاذ محمد تختلف عن الإجراءات الدستورية التعديلات الدستورية تتطلب استفتاء شعبي على هذه المواد ورئيس الجمهورية يقصد هنا الأجواء التي توفر استفتاء مناسبا مثل ما نتحدث عن الانتخابات الحرة والنزيهة أيضا نحن بالمقابل عندما تعرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي هي أيضا بحاجة إلى موارد وبحاجة إلى نزاهة وبحاجة إلى توفير أجواء حقيقية من الأمن ومن الوعي مما يعزز هذه التعديلات أو يعني يوجه هذه التعديلات في خدمة الدولة وتجاوز المشاكل الحقيقية التي نعاني منها في العراق وأيضا هناك تأتي مسألة التوافقات السياسية في الدستور في حال الاعتراض من قبل ثلاث محافظات لا يسري التعديل لدينا مشكلة حقيقية عانينا منها وهي الفراغ الدستوري في شهر ديسمبر الماضي عندما استقال عادل عبد المهدي هذه مشاكل حقيقية بحاجة إلى مراجعة بحاجة إلى تعديل ما يتعلق بالكتلة الأكبر وما سنته المحكمة الاتحادية وسبب خللا كبيرا في الاستحقاق الانتخابي والتمثيل الشعبي الحقيقي مقابل قوى تأتلف فيما بينها وتصادر هذه الصلاحية تشكيل الحكومة هذه بمجملها مشاكل تندرج ضمن الدستور الإجراءات المطلوبة هي إجراءات استفتاء شعبي هادئة خارجة أو بعيدة عن التدخلات والضغوطات السياسية هذه تختلف عن الإصلاحات التنفيذية التي يقوم بها رئيس الوزراء تتشابه فيما يتعلق بالانتخابات ولكن فيما يتعلق بمحاربة الفساد وضبط السلاح المنفلت هي مسألة مهمة تبقى قضية مهمة من أجل دعم جهود الحكومة ومن أجل أن يستند رئيس الوزراء على ركيزة أساسية وهي ثقة الشعب اليوم مع اقتراب الذكرى الأولى لثورة تشرين مطلب محاكمة قتلة المتظاهرين والإسراء بمؤشرات لضبط السلاح المنفلت هي مطالب حقيقية ينتظرها أبناء الشعب العراقي ووعد بذلك رئيس الوزراء ولكن التأخير في هذا الملف لا أعتقد أنه في صالح هذه الحكومة سيما أنه ممكن أن يستغل من قبل خصوم الكاظومي اليوم القوى السياسية التي تتضرر من هذه السياسات الإصلاحية شكرا لك من إربيل الدكتور مهند الجنابي أستاذ العلوم السياسية أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش في العراق والسوريا أنه نشر مدرعات في سوريا للمساعدة في حماية القوات الأمريكية فيما أكدت القيادة المركزية أن الولايات المتحدة لا تسعى لصراع مع دولة أخرى وبحسب المتحدث باسم التحالف الدولي فإن التحالف يخطط لنشر وحدات مشاة ميكانيكية بما في ذلك مركبات برادل القتالية في سوريا لضمان حماية قوات التحالف والحفاظ على حريات حركتهم حتى يتمكنوا من مواصلة هزيمة عمليات داعش بأمان هل بالفعل هذه التحذيرات الأمنية من إمكانية عودة تنظيم داعش وبقوة واردة؟ هناك تحذيرات أمنية في الواقع تتحدث عن ذلك وإن اختلفت مناسيب هذه التقديرات من الناحية الأمنية فرغم الهزائم التي تعرض لها إلا أن داعش قادر على العودة ثانية هذا ما حذر منه مسؤولون أمنيون أمريكيون وغربيون في الواقع المسؤولون أكدوا أن داعش يمتلك احتياطات وإيرادات مالية متنوعة وذكرت صحيفة Wall Street Journal أن داعش يمتلك مجموعة شركات تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات وبأنه لا يزال يبتز السكان في أماكن وجودي ويتلقى دخلا من الشركات التي استولى عليها أصلا خلال فترة سيطارته إلى جانب دخله من الاتجار بالبشر أيضا ويرى المسؤولون أن مؤشرات القوى المالية تلك تزيد من مخاوف أن يبقى داعش قادرا على تمويل الهجمات ليه سنوات مقبلة معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قال إن لدى التنظيم الكثير من البنى التحتية ومن المخزون وهو لا يزال يحتفظ في العراق مثلا بمخابئ أسلحة وقنابل ودراجات نارية أيضا ومعدات لشن الهجمات أما عن مصادر دخل داعش ذكر مسؤول مكافحة الإرهاب في أمريكا أن تهريب التبغ مثلا أحد مصادر الإيرادات لهذا التنظيم حيث يسيطر على حصة من سوق التبغ في أفغانستان في باكستان والتي تبلغ قيمتها أصلا مئات ملايين الدولارات كما سعى التنظيم إلى استغلال جائحة الكورونا والاتجار في مواد التعقيم والوقاية وحتى أقنعة الوج وغيرها من معدات الحماية الشخصية على الإنترنت وكذلك أطلق التنظيم حملات في مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال لعائلات المقاتلين الذين يعيشون في مخيم الهول مثلا بالقرب من الحدود السورية العراقية وألمح مسؤولون إلى أن التنظيم يقوم بتحويل الأموال من معاقله السابقة في شرق سوريا عبر تركيا كما حذر المسؤولون من استغلال التنظيم للعملة المشفرة لجمع الأموال وتهريبها يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تقدر احتياطات داعش بحوالي 300 مليون دولار فيما ترى الأمم المتحدة أنها تفوق 100 مليون دولار من القاهرة معي الباحث في شؤون الجماعات المسلحة ماهر فرغلي أستاذ ماهر هل كل ما ورد الآن فيه من الدقة بمعنى أن التنظيمة لديه أصلا مخزون مالي يقدر ربما ب300 مليون دولار ومع ذلك ما زال لديه موارد يستطيع أن يشبع أو يغذي يعني جيبه المالي من خلالها بعد التحية بكل تأكيد داعش لازال موجود على الأرض الظروف المعقدة الموجودة في سوريا وفي العراق الظروف السياسية والاقتصادية وعدم والتوتر وعدم وجود دولة وعدم القدرة على تشكيل حكومة في العراق على سبيل المثال أدى إلى استمرار داعش مع جملة من الأسباب الأخرى داعش في طريقة عمله يعمل على محاور متنوعة ومتعددة نحن نركز دائما على المحور العسكري والأمني لتنظيم داعش لكن في الحقيقة داعش لديه محورين أخرين المحور الدعائي والإعلامي والمحور المالي والاقتصادي المحور المالي والاقتصادي له قياداته وله هياكله التنظيمية داخل داعش وهو يحتفظ بجانب سري عميق وكبير جدا وله طريقة شبكة لا مركزية تعمل مختلفة تماما عن الشبكة الأمنية والمسلحة التي تقوم بالعمليات ومن ثم هذه الشبكة سواء كانت في عهد البغدادي هنما كانت يعلن عن دولته المزعومة وسواء بعد غياب البغدادي وتولي المولى الصلابي الجديد أبو عبد الرحمن حسن المولى الصلابي فهو هذه الشبكة لا تزال تعمل بكامل قدرات هذه الشبكة التي تعمل على عملات مشفرة مثل البيت كوين وغيرها من العملات الأخرى هذه الشبكة التي لها تشترك مع شركات أوف شور ونقل أموال وغيرها في دول أخرى الشبكة التي تعتمد على أزرع خارجية للتمويل وعلى جمع تبرعات وعلى عملاء مخصصين داخل سوريا والعراق لنقل الأموال ولتهريب البضائع والاتجار وغيرها والاتجار في البشر كل هذه الشبكة لا تزال تعمل بقدرتها وهناك كلام كثير جدا على وجود أكثر من 400 مليون دولار مع التنظيم يحتفظ بها من أيام أبو بكر البغداد في أماكن سرية يستخدمها لتمويل عملياته وإلا ما كنا لنشهد ما أطلق عليه التنظيم نفسه وما يسمى بغزوات الاسنزاف الغزوة الثالثة والرابعة يعني عمليات متنوعة خلال الفترة الأخيرة تشير بكل وضوح إلى عودة عمليات التنظيم بقدرات كبيرة جدا وهو بالفعل محذر منه خبراء وهو ما دعا الولايات المتحدة لنقل هذه القوات وهو ما نحذر منه الآن على شاشة العربية أن التنظيم يعود تدريجيا في أماكن كثيرة من العالم نقل في جغرافيا نتقل إلى جغرافيا جديدة وتعاون مع مجموعات محلية جديدة وخلق مجموعات بأسماء جديدة في دول أخرى والآن في سورة والعراق لهذه الدرجة يا نستاذ ماهر الرغم من تكتل دولي تحتسم تحالف دولي لمحاربة داعش وفي هذا التحالف دول يعني عسكريا الأكبر مثلا الولايات المتحدة كل هذه الدول المجتمعة ما زلت غير قادرة على لجم هذا التنظيم يعني ومنعه من التمدد أو العودة مرة أخرى كل هذه الدول استطاعت ونجحت بكل تأكيد في القضاء على رأس التنظيم على شكل التنظيم التمكيني الممكن من الأرض الموجود في الرقة وفي الموصل وفي غيرها لكن التنظيم نفسه عمود الفقري للتنظيم قياداته وهياكله وبناء التنظيمية وتمويله وغيرها هو تحول إلى شبكة مركزية وشبكة تعتمد على حرب العصابات وعلى جهاز أمني سري موجود التنظيم ظروف معقدة دفعته للبقاء في سورة العرق من الظروف المعقدة على سبيل المثال ونحن على شاشة العربية الأكراد حينما يطلق الأكراد قوى السورة الديمقراطية تطلق ألاف المساجين من السجون الموجود فيها داعش ألاف منهم فهذه من الظروف المعقدة مخيمات اللاجئين والمخيمات التي توجد بها أسر داعش مثل مخيم الهول التجنيد المستمر عبر هذه المخيمات الجيل الأطفال الذي يكبر والمراهقين الذين يحملون أفكار داعش جيل النساء الذي يحمل أفكار داعش في هذه المخيمات عدم القدرة على تطهير الأماكن المحررة من داعش حتى هذه اللحظة دير الزور وريف دير الزور وفي المنطقة من الحسينية وجبل بشرة وجنوب غرب الفرات وصحراء الأنبار وغيرها هي مناطق في الصحراء يعمل فيها داعش ورغم ذلك لم تطهر حتى هذه اللحظة عدم القدرة على تشكيل حكومة في العراق عدم القدرة على وجود حكومة قوية ومركزية في سوريا لا تزال بيئة التوتر الموجودة في سوريا كل هذه الأسباب المجتمع عدت إلى استمرار التنظيم مع الجانب الآخر وهو الجانب الإيدلوجي الفكري الذي لا يعمل عليه أحد أو لم يواجه بسمه كمان ممكن أن نضع في الحسبان مثلا أنه ربما تواطئ دول معينة مع هذا التنظيم من أجل استخدامه لمآرب سياسية معينة أو مآرب عسكرية حتى هذا أيضا من الظروف المعقدة التي جعلت داعش موجودة مستمرة حتى هزلان داعش كما نعلم كانت تركيا تمريره تمريرا واضحا في وضح النهار لماذا هي تستخدم كآلة داخل سوريا وآلة وزراع لها في مواجهة الأكراد وزراع أيضا للضغط على دول إقليمية في المنطقة داعش لا يزال حتى هذه اللحظة يمرر داعش لا يزال حتى هذه اللحظة يمد من تركيا داعش حتى زعيم داعش الجديد أبو عبد الرحمن مولى الصلابي هو تركوماني هو من أصل تركوماني وكان في لحظة من اللحظات هو أحد المفاوضين الذين فاوضوا الأطراق لتبادل الغاز وتبادل الأسار وغيرها وهذا وارد في صحف كثيرة جدا مثل الجاردن وغيرها فنحن نتحدث إذن عن علاقات مستمرة في فترة البغداد وفترة ما بعد البغداد هذه العودة علاقات الاستقرار يعني لداعش لو عاد ولو بشكل مختلف هل يعني ذلك بالضرورة بمكان تغيير في أسلوب هجماته وأهدافه الهجمات الآن داعش يعتمد على الهجمات الليلية على الهجمات المباغتة على حرب العصبات على اللجوء إلى الصحاري على اللجوء إلى الشبكة المركزية يقودها جهاز يطلق عليه الجهاز الأمني هو يعتمد على الأزرع الخارجية في عملياته في مناطق بعيدة عن عراق وسوريا كسيناء كوسط أفريقا خغيرها هو له أسلوب تكتيج جديد يطلق عليه هو ما يسمى حرب الإنهاك وحرب الاستنزاف في المنطقة أعتقد أنه في خلال الفترة الماضية قام بعمليات كثيرة جدا يعني حتى في تكريت في العراق وفي مناطق كثيرة وعجز الأمن العراقي عن المواجهة الحاسمة والخضاء الحاسم على هذه المجموعات نظرا لأنها مجموعات عنقودية ومجموعات اعتمد فيها على أفراد جدد ليست لهم فيلات أو ملفات أمنية لدى الأمن العراقي أو في سوريا هذه المشكلة الحقيقية الآن مشكلة الجدد في داعش مشكلة العائدون من داعش عدم علاج هذه المسألة في الحقيقة والفشل في علاجها هو الذي أدى إلى استمرار هذا التنظيم وعودتي بهذا الشكل لكن الجانب السياسي والأهم منها وحل مشكلة التوتر في هذه المنطقة للقضاء على بيئة داعش المركزية التي ينمو ويقبر فيها شكرا لك من القاهرة الباحث في شؤون الجماعات المسلحة ماهر فرغلي بهذا إذن تنتهي ساعتنا الأولى من السجل الحدث فتحنا فيها عددا من الملفات ووافيناكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة والبداية كانت من آخر تطورات المتعلقة بأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية في ظل العقبات التي تواجهها وأيضا تعنت الثنائي الشعي فيما يتعلق بالاستلاء على وزارات معينة توقفنا مع آخر التطورات طبعا المتعلقة بالملف الليبي خاصة فيما له علاقة بما كان يمكن أن يسمى اتفاق النفط الليبي التطورات طبعا في العراق دقائق معدودات ونبدأ الساعة الثانية على أن نفتح فيها ملفات مختلفة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحداث كل يوم في كل الأماكن تؤثر وتتأثر كل يراها من زويته ووجهة نظره لم تر منطقتنا هدوءا منذ سنوات أجواء أصبح يسودها التوتر تسكنها الفنطة وتحكمها العشوائية سنوات تركت آثارا ستبقى طويلا في الثاكرة نحن في قلب الحدث وجزء منه نعيش الخبر وننقله كما هو نريد يمن التحادي آمن ومستغر يعيش أبناء يظل دولة عاجلة دولة المساوى الحوثيون أفسدوا بهذه الأموال الحوثين سرقوا هذه الأموال من أفواه الجياع هذه الدعوة من قبل الرئيس اليمني هل ستنقى استجابة لتنفيذ الخطوات المتعلقة باتفاق الرياض؟ اتفاق الرياض هو هدفها الرئيسي ويعادة الأمن واستقرار ويعادة تفعيل مع الشات الدولة لدينا صور حصرية لاتزاعه مجموعة من الألغام التي وطعتها الميليشيات لماذا هناك أزمة بإصال المساعدات لهؤلاء؟ يجب أن تنتهي الحالة الشارطة الموجودة على الأرض في الجنوب الحوثيون يستهدفون جيل بأموال في هذا الهجوب استخدمت ثمان طائرات مصيرة إلى أي حد يعتبر ذلك دليلا على استمرار إيران في إرسالها للأسلحة إلى الحوثيين البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هنا أياً كان الحدث أينما كان وقت ما كان كنا فعلياً هناك على الأرض في موقع لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بس إخباري متفقل لأربع وعشرين ساعة لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترك مدينته المحروقة بلا وجهة ركب البحر بحثاً عن الحياة فغدرت أمواجه ولم يخلص ذلك القارب الصغير فمن الذي نجى؟ هذه قصة مئات آلاف من السوريين ترك مدينة اعتباراً أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى مناباة نفر بسيغل الجفرة ده أمر بالنسبة لها خطع قيداء فرض علينا القتال وفرض علينا الساحل كل الخيارات يتم تبدلين لدينا متروح مصر وضعت الكرة في ملعب حكومة الوفاق وملعب تركيا هل يجوز الاستمرار في التعويل على أي دور أممي؟ تصور أن هناك شعية ما للصراش تحمى من قبل مرقزقة أو تعمل من قبل هبيبين ماذا يريد الأمريكيون من أردغان عبر الورقة الليبية؟ ترجمة نانسي قنقر الحكومة اللبنانية على خط الاتصال الفرنسي الإيراني وتقرير تكشف الحاجة لتغيير طبيعة النظام السراج يرفض التوافق الليبي حول استئناف النفط وميليشيات مصرات تمنع معتيك من التصريح ميليشي الحوثي تشرك محافظة المصرف المركزي في محادثات الأسرة في جينيبا تحاول مقايدتهم بالنفط والمال عشية تطبيق آلية الزناد على إيران واشنطن تستعد لإعادة العقوبات وأوروبا فمنها أهلا بكم إلى ساعتنا الثانية من السوديو الحدث والتي نفتح فيها أيضا عددا من الملفات ونوفيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة طالب ستة أعضاء جمهورينا في مجلس الشيوخ في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على جميع القطاعات المالية في إيران حسب الأمر التنفيذي الصادري بداية هذا العام وبموجب الأمر التنفيذي الموقع من قبل الرئيس الأمريكي في العاشر من يناير الماضي فإنه يسمح لوزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين بفرض عقوبات على المزيد من قطاعات الاقتصاد الإيراني وأشهد هؤلاء الأعضاء الجمهوريون بنهج إدارة ترامب تجاه النظام الإيراني ودعوا الرئيس الأمريكي إلى تكثيف الضغط على إيران لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات هذا وقد أبلغت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي باستمرار إعفاء إيران من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد العشرين من سبتمبر الجاري وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي فيه إعادة فرض كل العقوبات على طهران فيما أعلنت البحرية الأمريكية أن حاملة طائرات تابعة لها وبوارج بحرية مرت عبر مضيق هرمز لتدخل الخليج لضمان أمنه واشنطن تستعرض قوتها العسكرية في الخليج بالتزامن مع مساعيها لتمديد العقوبات الأممية على إيران رغم الموقف الأوروبي المعارض هذه المرة البحرية الأمريكية ممثلة في أسطولها الخامس أرسلت حاملة طائرات تابعة لها وبوارج بحرية عبر مضيق هرمز إلى الخليج مع مجموعة هجومية تضم طردين مزودين بصواريخ موجهة الخطوة وجاءت بعد تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بفرض حظر أسلحة على إيران وعقوبات دولية أخرى ضدها ووفقا لتعهدات واشنطن قالت إنها ستمنع أيضا طهران من شراء معدات عسكرية صينية وروسية حتى بعد اختلاف الحلفاء الأوروبيين مع موقف واشنطن دول أوروبا لم تتأخر بإعلان موقفها حيث أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا نيتها لتمديد إحفاء إيران من العقوبات الأممية بناء على الاتفاق النووي المواقع معها عام 2015 الدول الأوروبية الثلاث أكدت أن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران سيكون بلا أي أثر قانوني هذا وتسعى واشنطن لإعادة تطبيق العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة على إيران احتبارا من الأسبوع المقبل بموجب بند العودة إلى الوضع السابق المنصوص عليه في الاتفاق النووي بسبب خرق طهران للاتفاق أشرف عبد الباقي الحدث موسيقى 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 اكد على اكبر ولايتي مستشار المرشد الايراني للشئون الدولية انه لا توجد علاقات مالية او تجارية لايران مع اوروبا لانها تماهت مع العقوبات الامريكية المفروضة على ايران وقال ولايتي ان تفعيل ما سمها الية الزناد استعراض مسرح دعائي من قبل الرئيس الامريكي وضجيج لحظ الرأي العام داخل امريكا وشدد ولايتي انه لا يمكن لايران تطبيق الاتفاق النووي من جانب واحد فيما لا ينفذ الجانب الاخر التزامات ولفت الى ان اطراف الاتفاق النووي الاخرين اطلقوا الوعود فقط وشاركوا في العقوبات الامريكية ولم يلتزم اي منهم بالاتفاق متهما الدول الاوروبية بانها شركة في العقوبات الامريكية على طهران من باريس معي المحلل السياسي علي ناصر الدين استاذ علي اهلا بك عمليا هل عدنا الى ذات يعني دعني اقول عدم التوافق الاوروبي الامريكي فيما له علاقة بالعقوبات على ايران ما زالت بعض الدول الاوروبية يعني دعني اقول تتوجس من تجديد هذه العقوبات الامريكية على طهران مشكلة الدول الاوروبية انها عالقة بين مطرقة ترامب وسندان ايران ايران لا تأخذ الموقف الاوروبي بشكل يعني بشكل جيد او انها تعتبر ان الموقف الاوروبي منفصل عن الموقف الامريكي نظرا الى ان اوروبا ليس بامكانها منذ ان انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لم يعد بامكانها التعامل مع ايران كما تريد ايران فقد انسحبت شركات كبيرة والحكومات الاوروبية ليست قادرة على فرض هذه الشركات ان تبقى في ايران اذا ايران غير مهتمة كثيرا بالموقف الاوروبي الا من الناحية الدعائية المشكلة هو بين اوروبا والولايات المتحدة اوروبا حتى منذ وصول ترامب وقبل انسحابه من الاتفاق النووي لم تكن العلاقات جيدة او توقع للعلاقات جيدة وجاء ترامب وكان يتعامل مع اوروبا كما يتعامل على طريقته الممجوجة اذا صح التعبير وبقيت اوروبا تقول انها لم تنسحب من الاتفاق النووي لدرجة ان ترامب الآن منذ اسبوع او اكثر اتصل به احد الزعماء الاوروبيين لا اريد ان اتكر اسمه هنا وقال له اننا مستعدون للوقوف معك في مواجهة الصين والعمل معا لحصار الصين اقتصاديا فكان جواب ترامب على طريقته ايضا قال لهذا الزعيم قال لا نحن لسنا بحاجة ودوركم راح يجي بعدين يعني ترامب اذا اعيد انتخابه لا ادري كيف ستكون العلاقات الاوروبية الامريكية ولكن انا اعتقد ان ليس بامكان اوروبا ان تستمر في معارضة ترامب خصوصا اذا وصل الى ومع ذلك مثلا علي ولايتي البيت الابيض يتهن الاوروبيين بانهم متواطئون الان مع الامريكيين فيما يطلق بالعقوبات علما اصلا ان بعض الدول الاوروبية تحاول قدر الامكان عدم السير في الفلك الامريكي وهذا ما يؤخذ من قبل بعضهم على الاوروبيين ولايتي يريد ان تكون اوروبا منعزلة تماما عن الولايات المتحدة وان تبقي على كل علاقاتها مع ايران ولكن هذا مستحيل لدى اوروبا ايضا مع الولايات المتحدة علاقات تاريخية واقتصادية وتجارية وليس بامكانها ان تتخلى كليا عن الولايات المتحدة وتذهب بعيدا كأن شيئا لم يحدث وهناك شيء اخر ان اوروبا ماذا تكون قادرة كيف تكون قادرة على الاستمرار اذا كانت الشركات نفسها وهي شركات خاصة وهي شركات ليست شركات حكومية وان كان الحكومات بعض الاسهم بها الشركات هي مجالس ادارتها هي التي تقرر اين ستكون واين مصالحها انسحاب كل هذه الشركات من رينو لسيمينس لتوتال لكل هذه الشركات اثر كثيرا على ايران ومن هنا ايران تعتبر ان الموقف الاوروبي يتماهى مع الموقف الاميركي علما ان الامريكا غاضبة جدا على الموقف الاوروبي وهذا ليس سرا لكن هذه دعايا وضغط من ايران ومن ولايتي بتصريحاته على ان اوروبا لم تسر كما يجب في الالية التي اقترحها الاوروبيون لتعامل مع مع ايران ما الذي قد يختلف الان فيما له علاقة بالعقوبات اذا كانت الولايات المتحدة طبعا غدا المسترد ان تعاد هذه العقوبات قيل انه احتمال يكون فيها تغيير او تجديد اصلا واضافة مؤسسات اخرى تحت طائلة العقوبات هذه السنابباك اللي اراده ترامب سيذهب بعيدا به اوروبا اعتقد ان هناك اتفاق اوروبي لعدم السير بما يريده ترامب هناك ظاهرة هنا في اوروبا كلها كل اوروبا تراهن على ان ترامب لن يعود الى البيت الابيض المشكل في حال عودة ترامب الى البيت الابيض كيف سيتصرف الاوروبيون وكيف سيتعامل مع الاوروبيين اذا عاد ترامب الى الان المتحدة ومجلس الامن في قضية العودة الى العقوبات القديمة لا اعتقد ان اوروبا ستكون او ستصوت بجانبه وسيبقى الولايات المتحدة هي وحيدة في هذه القرارات وهذه القرارات تؤثر ليس فقط على ايران ولكنها تؤثر ايضا على اوروبا والاقتصاد الاوروبي كما نعرف هو في حالة سيئة جدا ويعتقد الاوروبيون ان ايران في حال حصل اتفاق مع ايران من قبل الولايات المتحدة وما يصرح به ترامب منذ بضعة ايام ويقول ان ايران ستكون اغنى هذه الدول وسنكون كل هذا وان ايران اتصلت به وقال لها ان عليها ان تنتظر الى بعد الانتخابات كل هذا يقلق الاوروبيين اين سيكونهم في حال عدت العلاقات الامريكية الايرانية الى احراج لاوروبا تقصد يعني كما يقول ترامب نعم احراج كبير لاوروبا فهي لا تعرف اين ستكون اوروبا ان كانت بالنسبة لايران وكما قلت بين السندان الايراني والمطرقة الامريكية هي في وضع فعلا لا يحصد عليه واين ستكون ستكون مع ايران لهذا لا تريد ان تقطع اوروبا لا تريد ان تقطع شعرة معاوية مع النظام الايراني وبالتالي تحاول جاهدة كذلك ان لا تزعج وان لا تثير الولايات المتحدة في مواقفها ولكن نحن نعرف كيف يتصرف ترامب عادة مع دول العالم ومع مسؤولي العالم هذا الموقف الاوروبي اهلا اهلا شكرا لك من باريس المحلل السياسي علي ناصر الدين سد الحدف متواصل وفيه بعد الفاصل موقع تركي يتحدث عن مشروع تسوية تركية يونانية بوساطة المانية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لاننا ننفرد بالوجود في بث اخباري متصل ل 24 ساعة اصبحنا الحدث اهلا بكم مازلنا في استوديو الحدث في ساعته الثانية وفي الملفات المختلفة الى التطورات المتعلقة بالملف اليمني اثارت مشاركة محافظ البنك المركزي الحوثي في صنع هاشم اسماعيل علي احمد في اجتماعات منطر حول المعتقلين اليمنيين استغراب اوساط يمنية ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصادرها ان ميليشيا الحوثي تسعى لمقايضة ملف المعتقلين بالملف الاقتصادي والحصول على مكاسب مالية مقابل ذلك كما اشارت المصادر الى ان ميليشيا الحوثي تحاول مقايضة ملف المعتقلين بملف النفط الذي يمثل زهاء 45% من عائدات الحوثيين وقالت المصادر ان اجتماعات منطر في سويسرا باشراف الامم المتحدة تركز على اطلاق سراح زهاء 1420 اسيرا ومعتقلا في حين ان عدد الاسرى في اليمن يتجاوز 15 الفا قبل ان اواصل يمنيا الى تونس هذه المسيرة والتظاهرة المنددة بالارهاب والرافضة للارهاب في تونس ادعو صورة تتكلم بنفسها ايضا yelled ايضا 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 يا الهبي يا جمال عمي تونس يا الهبي يا جمال عمي تونس يا الهبي هنا ترفي لاب اخبتeni جاندين هنا ترفي لاب اخبت المنزل إذن مسيرة في تونس مناهضة للإرهاب ربما بعد قليل نعرف من دعا إليها كيف دعي إليها وإلى أين ستتجه هذه المسيرة بكل الأحوال نقي عينا نواكبها أولا بأول الآن مرة أخرى إلى التطورات اليمنية وأناقش فيما له علاقة بإشراك محافظة البنك المركزي الحوثي في مفاوضة لها علاقة بتبادل المعتقلين والأسرع من الرياض معي الصحفي والاقتصادي اليمني عادل شمسان أهلا بك سيد عادل حتى نفهم هذه الخطوة الحوثية ملف له علاقة بتبادل الأسرع والمعتقلين مع علاقة البنك المركزي فيها السلام عليكم أخي محمد بالتأكيد نعم مليشيا الحوثي تحاول أن تستغل أي ملف لابتزاز المجتمع الدولي ما يحقق لها مصالحها الخاصة هي لا تهتم بموضوع الأسرع هي اهتمامها الكبير بموضوع القانب المالي والعائدات المالية التي تحققها من عائدات النفط التي كما ذكرتم في التقريرية ليست فقط 45% من عائدات الضرائب والجمارك عند دخول المشتقات النفطية ثم تقوم بعملية بيعها بعد ذلك في السوق السوداء وتربح أموال إضافية إلى قانب تشغيل الشركات الخاصة للكهرباء في مناطق سيطرتها وهي تبيع بزيادة 420% على السعر الحكومي الذي كان متواجد لذلك هي تهتم بموضوع النفط مشاركة إسماعيل هاشم علي ما يسمى بمحافظة البنك المركزي للحوثيين حضوره يؤكد ذلك أن المليشيا تهتم فقط في عملية الابتزاز للجانب الاقتصادي لأن العائدات المشتقات النفطية لا تدخل إلى البنك المركزي في صنعها ويتم عملية الصرف وفق البنود الموازنة للحكومة هي لا تقوم بعملية الصرف مطلقا خصوصا ملف أو بند الرواتب الجهاز الحكومي لا تقوم بعملية الصرف وبالتالي كل العائدات هي تعود إلى خزائنها الخاصة وتقوم بعملية صرفها الحوثيون يدركون تماما أن عدد من الأسرة فقط التي تأثيرهم الجيش الوطني هم مقاتلين وبالتالي عدد منهم ربما لا تستفيد منهم والبعض الآخر الذي تهتم به فقط هي من وضعته ضمن إطار الكشوفات الخاصة بها لذلك عملية الابتزاز المستمر والشروط الدائمة والتي ربما تدعو دائما الأمم المتحدة ومارتين جريفتس الحضور إلى مناقشات بعض الملفات دون شروط مسبقة لكن ميليشيا الحوثي تصر وبوجه قبيح أن تحضر وتقايد ملف في الملف أخر الآن قلت أنه أصلاً الـ 45% هذه ليست من عائدات بيع النفط إنما هي فقط من الجمارك وما تفرضه يعني كرسوم على هذه المبيعات طيب الآن عندما تريد أن تقايد هذا الملف ملف المنتقلين بالنفط ما الذي تسعى إليه أن تحصل عليه بالتالي؟ الأخي العزيز الحكومة كانت علقت عملية الاتفاق الذي سار مع ميليشيا الحوثي وضمانة الأمم المتحدة على موضوع المشتقات النفطية هناك شروط معينة تستكمل التجار الذين يقومون بعملية استيراد النفط والمشتقات النفطية إلى عبر ميناء الحديدة والذي كان تم الاتفاق أن تضع هذه الأموال داخل البنك المركزي في حساب خاص الحكومة وضعت آلية جديدة لكن الحوثي لم يلتزموا بها وقاموا بنهب أكثر من 60 مليون دولار من العائدات النفط والمشتقات النفطية في الحديدة الآلية تفرض على الحوثيين عدم التعامل مع بعض التجار الوهميين الذين ربما أنشأتهم ميليشيا الحوثي في عملية الاستيراد الكمية الموجودة والمتوفرة في داخل مع ميليشيا الحوثي تكفيهم لتقريبا لأكثر من شهرين وبالتالي التحقق بأن عدم توفر المشتقات النفطية والضغط على المواطنين في الداخل وعملية الابتزاز وإغلاق مطار صناعة ماما الأمم المتحدة والمساعدات الدولية هذا يؤكد على أن الميليشيا الحوثية تحتاج إلى عملية تخزين كمية أكبر لمساعدة لعدم وقف إطلاق النار كما دعت إليه خصوصا مؤخرا الدول الأعضاء مع دولة الكويت والاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا والصين هذه الإقراءات كلها تقف أمام عملية الابتزاز المستمر لميليشيا الحوثي والتي تريد فقط عملية التكسب تخزين النفط من مجرد إشراك البنك المركزي في هذه المحباحات والمفاوضات هل هذا يعني أنه أفسدت الآن هذه المفاوضات بمعنى الطرف الثاني طرف الشرعية سيقبل الصورة اختفت الحكومة عادة نعم فضل فضل لا أعتقد أن الحكومة ستقبل الابتزاز الكبير في هذا الملف بالذات لأن ملف الأسرى ملف إنساني لا علاقة له بالملفات الأخرى الملف الاقتصادي للأسف كان اتفاق استوكولم معيوب بشكل كبير وهو ربما ذهب في صالح ميليشيا الحوثي بشكل كامل الذي عطل تحرير الحديدة وبالتالي استفادت من كل شيء من اتفاق استوكولم ولم تنفذ أي نقطة من هذه البنود الملف الاقتصادي في اتفاق استوكولم أتى بعد ذلك عبر بنود ووساطات أو اتفاقات مختلفة تم توقف عن الحديث عنها بشكل كامل وتسعى باستمرار ميليشيا الحوثي لابتزاز السياسي الرخيص مع الملفات الأخرى خصوصا ملف الأسرى الذي كان الاتفاق يتم التبادل مقابل الكل دون أي نقصة لكن ميليشيا الحوثي تستمر بعملية الانتهاك لهذا الملف وتختطف المزيد من المواطنين بينما مقاتلها الذين يتم أسرهم سيتم الإفراج عنهم وهي 1420 مختطف ومخفي قصرا لدى ميليشيا الحوثي لم يتم الإفصاح عن بقية الأسماء الأخرى أو الاعتراف بها لذلك اتقاه ميليشيا الحوثي لابتزاز في هذا الملف أيضا وسكوت الأمم المتحدة ومارتين غريفتس على الإقراءات والشروط التي تضعها الآن في سويسرا للأسف ربما الحكومة تسعى إلى أنها تفرق الحكومة الشرعية ليست كميليشيا الحوثي هي تهتم بكل المواطن وتقبل بأن يسير أو تسهيل التوصل إلى أي اتفاق يتم لدى مقابل الإفراج عن لكن ليس لدرجة أن يتم وضع شروط كبيرة ودون الإفصاح عن الشركات التي تريد أن تستورد النفط وأيضا عملية الصرف بعد ذلك لعائدات الضرائب والجمارك ميليشيا الحوثي لا تريد أن تتحدث بذلك أو تربط إنما هي تستغل فقط هذه العملية لعدم إنجاح ملف التبادل بوضع شروط اقتصادية وهذا سبب وجود محافظة ما يسمى بالمنك المركزي لداء الحوتين شكرا هاشم هاشم اسماعيل شكرا لك من الرياض الصحفي والاقتصادي اليمني عادل شمسان مددت تركيا عمليات سفينتها للمسح قبالة ساحل جنوب شرق قبرص حتى الثامن عشر من أكتوبر المقبل وذلك بعد أيام من تمديدها لعمليات سفينتها يعوز حتى الثاني عشر من أكتوبر المقبل في خطوة وصفتها اليونان بأنها استفزازية هذا التطور يأتي رغم التغير الملحوظ في الموقف التركي مؤخرا حيث أعلن الرئيس التركي في وقت سابق استعداده للحوار المباشر مع اليونان وكشف موقعا تركي أن سحب أنقرة السفينة روتش ريس جاء بعد التوصل إلى مشروع تسوية بين تركيا واليونان بوساطة ألمانيا بيد أن هذه التسوية لم تدخل حيث التنفيذ بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من القاهرة معي الدكتور طارق فهم أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية هل الأمور بين تركيا واليونان نحو الحلحلة مثلا أم أن تركيا تناور وما زالت ربما في نيتها مزيد من التصعيد والمضي قدما في مخططها يعني هو من المبكر أن نقول هذا لكن الشواهد تشير إلى أن هناك اتفاق لمحاولة حلحلة المشهد خصوصا بعد التطورات الاستراتيجية والعسكرية التي اتخذها الجانبين طوال الأيام الأخيرة حضرتك تعلم الإجراءات التي اتخذتها اليونان وأيضا الإجراءات التي تم طرحها من قبل الجانب التركي بعد وقف وسحب سفينة التنقيب ثم محاولة دخول الجانب الأمريكي الروسي على الخط وزيارة وزيري الخارجية الأمريكي والروسي إلى كوبروس وما ينوي الطرف الأوروبي طرحه خلال يوم 24 و 25 ستمبر المقبل في لقاء الاتحاد الأوروبي فبالتالي في جملة من التطورات اعتقد أنها كان لها انعكاس مباشر على محاولة تقريب وجهات النظر ومحاولة قبول تركيا بالتوصل إلى آلية أرى أن هذه الآلية تحتاج إلى ضوابط ومعايير لنجاحها أو استمرارها بمعنى أن يكون هناك نوع من الضمانات المطروحة للطرفين وبطبيعة الحال الأطراف الأخرى لأن هناك تشكك فيه أن الجانب التركي يراوغ للمرور من حالة الأزمة أو الضغطات التي تمارس عليه من الطرف الأوروبي الأمريكي الألماني باعتباره هو الرئيس الاتحاد الأوروبي وبالتالي أيضا يكون هناك نوع من الانفراج الموقف التكتيكي وليس الاستراتيجي بالنسبة للإجراءات التي تخذت بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة طب ما أثر ذلك فيما لو استمر هذا التوتر على أوروبا بشكل عام أريد أن أفهم أن تركيا معنية أصلا وتحاول منذ سنوات أن تكون جزءا مثلا من الأوروبي من الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسي تقوم بخطوات تستفز أوروبا سيدي محاولات دخول تركيا للاتحاد الأوروبي تبطأت بصورة كبيرة ولم يعد يشغل الوضع في حزب العدالة والتنمية وهناك مفكرين فيه داخل الحزب وخارجه الموضوع أوروبا مرتبط كما تعلم حضرتك بعديد من الشروط لا علاقة لها فقط باستفاق هذه الشروط لدخول الاتحاد الأوروبي فقط في مقابل طرحة يقوم على التركيز في إطار فكرة الأناضولية أو العثمانية الجديدة وهو ما يفسر الحركة التركية في الإقليم وخارج النطاق التركي والتمدد التركي في الإقليم هناك طيارين طيار يدعو للعودة بالتركيز على النطاق الأوروبي وطيار آخر مقابله في الحزب العدالة والتنمية ربما هو الذي أدى إلى تجازب الأراء والأفكار وحدوث انشكاقات داخل الحزب سواء من أحمد داود أغلو أو علي بابجان وغيرهم بالمناسبة حدوث هذه الانشكاقات كان على الخلاف حول الأولويات والمهام التي يمكن لتركيا التحرك في مسارها سواء في الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى وبالتالي الاتحاد الأوروبي صحيح أنه كان أمل للأطراق لسنوات لكن اليوم يتغير الأمر اللي صالحا فكرة الأناضولية الجديدة أو العثمانية الجديدة أو التواغل فيه أقاليم مختلفة الأطراق يراهنون على الأوروبيين لن يفعلوا معهم شيئا وانظر إلى تحليل مضمون تصريحات المسؤولين الأطراق خلال الأيام الأخيرة يؤكد على أنه لن تكون هناك عقوبات فعالة وإذا كانت هذه العقوبات ستصدر يوم 24 و25 في الاجتماع الاتحاد الأوروبي لن تكون مؤسرة وبالتالي في لغة من التجازب وحضرتك الخلاف بدأ في شرق المتوسط لكنها يمتد إلى موضوعات أخرى فيها موضوع ليبيا والاتحاد الأوروبي ليس فرنسا وألمانيا فقط الاتحاد الأوروبي الآن يضم دول أخرى وبالتالي الأطراق يروغون في المساحة التباين الموجودة في الاتحاد الأوروبي وفي شرق المتوسط بالإضافة إلى أنه الاتحاد الأوروبي يرى أن اليونان وتركيا تركيا الثاني أكبر جيش في حلف الناتو فبالتالي لها تقل كبير جدا سياسي وعسكري وستراتيجي لكن في النهاية هناك قيود للحركة التركية في قليم شرق المتوسط وإذا أرادت قولا واحدا أمريكا وروسيا وفرنسا تقييد هذه الحركة سيتم بصورة أو بأخرى برغم كل ما يجري إذا توافقت هذه الأطراف السلاسة أعتقد أنه سيكون هناك إجراء مباشر أمام السياسة التركية في شرق المتوسط طيب عمليا هل هي تركيا في مسعها هو مسعى تنقيبي بالفعل أم مجرد خطوات تريد استفزاز بعض الدول الأوروبية لابتزازها في مساء المعينة من أجل غايات سياسية مثلا سيدي الموضوع مرتبط بالشرق المتوسط لكنه يمتد إلى ملفات أخرى الأطراق ليسوا أعضاء فيه منتدى غاز المتوسط الأطراق ينظرون إلى اتفايات ترسيم الحدود التي تمت بين مصر وكبروس ومصر واليونان وإيطاليا واليونان وجملة التحركات في الإقليم أنها خارج السياق التركي بالإضافة إلى خطوط الغاز التي ستم تتشين بعضها خلال الأشهر الأخيرة الاتفاق اليوناني الكبروسي الإسرائيلي ومنه إلى أوروبا هناك تطورات هيكلية ومفصلية في الإقليم بالإضافة إلى وجود أيضا حالة من التجازب في الإقليم الخلاف اللبناني الإسرائيلي على بلوك 9 رغبة الفلسطينيين وهم ليسوا بدولة حتى الآن في رسم حدودهم مع الأطراق في جملة من التطورات المفصلية التي تطلب وتستدعي تدخلا تركيا على هذا المستوى وبالتالي الأطراق يحجزون دورا في كل الترتيبات حضرتك الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية في إقليم الشرق المتوسط هم ليسوا لديهم مانع فيها الدخول في مفاوضات مع كل دول الحود نائس دول الحود الشرق المتوسط نائس كبروس لأنه كما تعلم حضرتك لا يعترفون بكبروس ولا يعترفون بشي بجزيرة كريت وبالتالي هنا الأطراق يريدون أن يسجلوا موقفا استباقيا ويمسكون بأوراق ضاغطة في مواجهة الجميع لهذا ليس لديهم مانع في التفاوض مع أي طرف لكن الطرف الكبروسي الذين لا يعترفون به وبالتالي يسجلون أوراق ضاغطة حينما سيجلس الجميع للتفاوض وستتم تسويات أرى أن هذه التسويات في الإقليم الشرق المتوسط ستكون حضرتك تسويات منقوصة ما بين الأطراف المختلفة كما تشاهد حضرتك في تصميم على رسم الحدود بين أغلبية هذه الدول كل هذه الأمور بطبيعة الحال ستمثل إشكالية كبيرة أمام الأطراق وبالتالي الأطراق يريدون أن يطرحوا نفسهم كلاعب مركزي وقوي في إقليم الشرق المتوسط من الآن تخوفا من أي ارتدادات سلبية على أمنهم وعلى مصالحهم في الإقليم شكرا لك من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية سدي الحدث متواصل وفيه بعد الفاصل مقابل التعويضات المالية كومبيو يدفع لرفع السودان عن قائمة الإرهاب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية صور أرقام وأخبار في يومك كم من المعلومات تشاهد؟ هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة اشتركوا في القناة ألا بكم ما زلنا في ساعتنا الثانية من ستوديو الحدث في الملفات المختلفة إلى الملف السوداني والمسعى الأمريكي لرفع السودان عن قائمة الدول الرعية للإرهاب قالت مجلة فورين بوليسي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يسعى لإزالة السودان عن قائم الإرهاب قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر بعد تغهد الخرطوم بدفع تعويضات لضحايا العمليات الإرهابية وكشفت المجلة أنه على مدى أشهر خرط المشرعون والديبلوماسيون الأمريكيون في مفاوضات شاقة مع الحكومة الانتقالية التي تقود السودان ويعود إدراج السودان ضمن قائم الإرهاب إلى أكثر من عقدين حيث ساعد البشير زعيم القاعدة أسامة بن لادن على تنظيم هجمات ضد السفارات الأمريكية في أفريقيا وستدفع الخرطوم نحو 335 مليون دولار لعائلات ضحايا تفجيرات عام 98 على سفارتين ولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا فضلا عن التفجير عام 2000 الذي سادف المدمرة USS Cole في اليمن وأكدت المجلة أن المشكلة تتمثل في الخلاف بين أسر ضحايا هذه العمليات فبعضهم يدعم هذه الصفقة بينما يرفضها آخرون لكن المجلة قالت أن بومبيو دعا في رسائل للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى قبول الصفقة باعتبارها فرصة لتعويض عائلات الضحايا كما عد أنها نافذة فريدة وضيقة لدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان من الخرطوم مع العضو في قوى الحرية والتغيير عروى الصادق سادر أهلا بك هل عمليا السودان يعني قريبا ربما سنراه قد رفع اسمه عن قائمة الدول الرعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة حياك الله أخي محمد ونأمل ذلك ونعمل على ذلك السودان وضع أمام الولايات المتحدة الأمريكية كل موجبات رفع اسمه من قائمة الدول الرعية للإرهاب السودان لم يعد فيه دعم لمحور من المحاور التطرف والغلو السودان لا صلة له اليوم بالجماعات الإرهابية السودان الآن يمد حبل الوصال لكل الشعوب ولكل الدول دون استثناء أو تمحور تجاه محور تجاه الآخر طب ما المطلوب من السودان غير الطاوضات المالية فقط قبل أن آتي إلى المبلغ المطلوب دفع إذا كان السودان قادرا أصلا على دفعه أولا من حيث المبدأ السودان دفع ثمنا باهظا جراء العقوبات الأمريكية على السودان وجراء إدراجه ضمن هذه القائمة سيئة السمعة لماذا؟ لأنه كان يحكم من قبل عصابة هي الآن في السجون والسودان الآن بعد عقاب دام 30 سنة الآن يعاقب بدفع استحقاقات لا دخل للشعب السوداني بها التي هي 335 مليون دولار وتعلم ويعلم الجميع ويعلم السادة في الكونغرس والإدارة الأمريكية أن السودان الآن يعيش عوزا وضيقا اقتصاديا يوجب أن يتعاطى معه المجتمع الدولي والأسرة الدولية بعين الاعتبار لأن الآن النظام جراء تلك السياسات المحاصرة للسودان دفع ثمنا قوامه 64 مليار دولار مديونية على السودان فضلا عن تضييق لم يعد للسودان أي مدخل من مداخل الاستثمار الأجنبي سيما الأوروبي والأمريكي والكندي وما إلى ذلك من الدول التي التزمت بقرارات القائمة السوداء هذا كله ضرر على المواطن السوداني دفع ثمنه 30 عاما عجاف هل من العدل والحق أن يعاقب السودان مرة أخرى بجريرة نظام الآن قادته يحاكمون بالسجون يجب أن ينظر الكونغرس والإدارة الأمريكية لهذه القرارات بعين الاعتبار نعم لإنصاف الضحايا وأسر ذويهم وإن كان هناك إنصاف للضحايا وأسر ذويهم يجب أن تكون على حد المساواة هناك مليون دولار تعويض للأمريكي والتونمئة ألف للأجانب غير الأمريكان وهذا في حد ذاته مدعى للرفض لأن هناك عدم مساواة بين الإنسانية كون الإنسان إنسان نحن لن نخوض في تفاصيل هذه التعويضات التي نراها فيها تحامل على السودان السودان الجديد السودان المشرق الذي تتكبد حكومته الآن ترك مثقلة من الديون والإساءة للسودان والإنسان السوداني لا دخل للشعب السوداني ولا الحكومة الحالية بها فكيف لحكومة تنشد العدالة والديمقراطية ورفعها الإنسان أن تضيق على شعب كاد ما الأثر الإيجابي الذي سيلقاه السودان في هذه الحالة في حال رفع اسمه عن هذه القائمة يعني من الناحية السياسية الاقتصادية أيضا ببداهة الأمر لن يكون هناك تخوف من الاستثمار في السودان لن يكون هناك تخوف من الدخول للسودان من قبل سياح من قبل باحثين الآن نحن يا سيدي نحرم من التحديثات للتطبيقات التعليمية ناهيك عن أي أمر اقتصادي أو معاملة مالية دولية الطلاب في السودان يستطيعون دخول وولوج البوابات العلمية من أوسع أبوابها في حال رفعت هذه القوائم وستفتح كثير من الدول وكثير من المؤسسات الدولية مشارعها نحو السودان هذا بديهيا سيحدث ما أن يعلن اسم السودان دولة خارج قوائم الإرهاب في حال بقائنا سيظل الحال كما هو عليه ولو انتخبنا نظاما ديمقراطيا ستظل التخوفات الدولية والإقليمية والأممية من السودان ماثلة لأن السودان فيه وصمة عار الحقها به الإسلامويون الذين هم الآن قابعين في سجون النظام الجديد ولا مكان لهم في سدة الحكم الآن لأنهم بتجربتهم المشوهة أو الإرهابيين أو المتطرفين والحكومة الحالية تحارب كل معاني الغلو والتطرف والإساءة لأديان التي مارسها النظام السابق إذن لا يمكن أن نحمل جريرة نظام وتعلم الإدارة الأمريكية والكونغرس الآن فيه عقلاء يتحدثون أن لا يربط رفع اسم السودان من القائمة السوداء أو قائمة الإرهاب أن لا يربط بضفع التعويضات إن كان للإدارة الأمريكية إرادة حقيقية في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب فليكن الآن طبعا قد يكون ذلك مشروط يعني من قبل الولايات المتحدة بأن السودان عليها أن تغير في نهجها السياسية الخارجية وربما في علاقاتها الخارجية مع الدول هل هذا وارد؟ بالتحديد هناك الإشارة للتعاطي مع دولة إسرائيل هذا الشأن والمباحثات التي كانت حوله قلنا قولا قاطعا ليس من شأن الحكومة الانتقالية تحديد الوجهة الخارجية للبلاد وبالتحديد التطبيع مع دولة إسرائيل هذا شأنه شأن حكومة منتخبة تتحمل تبعات هذا القرار هذه الحكومة الانتقالية عليها أن تتعاطى مع الجميع على قدم المساواة وأن لا تقحم نفسها في قضايا يمكن أن تكون مثار خلاف وجدل شكرا لك من الخرطوم العضو في قوى الحرية والتغيير عروى الصادق الآن إلى تونس كما كنا نقلنا قبل قليل عن المسيرة المناهضة للإرهاب التي دعا إليها حزب الدستوري فرق الآن عبير موسي تتحدث يا إرهابي يا جبان أمن تونس لا روهان يا إرهابي يا جبان أمن تونس لا روهان يا إرهابي يا جبان أمن تونس لا روهان حل الدوسيات حقبنا الجلزات حل الدوسيات حقبنا الجلزات حل الدوسيات حقبنا الجلزات شاهدنا كما نشاهد الآن هذه مسيرة دعا إليه طبعا الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي والتي هي الآن تقود على ما يبدو هذه المسيرة وتهتف من خلالها بيوت وقرب أكملها تحت مياه الفيضان في ولاية نهر النيل ركبنا هذا القارب الذي يضم نازحين فقدوا منازلهم وينقوا المساعدات سيتم توصيلها صالح من سكان القرية ينظر إلى أطلال منزله المنكوب بيوت وقرى بأكملها تحت مياه الفيضان في ولاية نهر النيل ركبنا هذا القارب الذي يضم نازحين فقدوا منازلهم وينقل مساعدات سيتم توصيلها صالح من سكان القرية ينظر إلى أطلال منزله المنكوب الماء كان بسيط بداية النيل نمنجه وكنا عملين حسابنا تارسين تارس تمام كده بعد شوية الماء ما بيقى تزداد ترتفع حد ما ما قدرنا نضغاهم عليها وفي النهاية قمت طلحت أولادي برة وطلحت العفش وجزء طلع وجزء ما طلع محي الدين أيضا يرينا كيف أغرق النيل منزله ودمره المنزل طبعا هذا الترس يعني كل الإخوة والجيران والأهل كانوا واقفين معنا في الترس وكاب بدنا مشاق لمدة أسبوع والمياه زادت بصورة غير متوقعة ليست كل المناطق المتضررة في السودان يستطيع مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية الوصول إليها عبر السيارات أو حتى ماشيا عن الأقدام ولكن هناك مناطق محاصرة بسبب بياه الفيضانات فبالتالي يتم الاستعانة بهذه القوارب لإيصال هذه المساعدات بمساعدة مرشدين محليين بعودة صالح جهز مركز الملك سلمان للإغاثة الخيمة التي سيبيت فيها وأولاده تمت استلام خيمة وستة بطاطين وكرتون عجوة وبتياز والحمد لله أغراض تخفف عنه المعاناة شوية بينما نودي باسم محي لاستلام مؤونة غذائية إن شاء الله ستساعدنا كثيرا بعد فضل الله إن شاء الله ستخفف عنه المعاناة كثيرا من المعاناة التي عانيناها بسبب انغمار الغريب تماما ولاية نهر النيل تعد الأشد تضرر من الفيضانات حيث وصلت المنازل المتضررة إلى أكثر من خمسة آلاف منزل أبد المحسن الحربية الحدث ولاية نهر النيل في ملف كورونا أعلنت الحكومة البريطانية قيودا أكثر صرامة في شمال غرب إنجلترا وأجزاء أيضا من وسط البلاد بعد الزيادة الكبيرة في حالات كورونا تشمل هذه القيود عدم اختلاط الأسر المنفصلة في المنزل أو في الحدائق وستغلق أماكن الضيافة والترفيه مبكرا لإبطاء انتشار كورونا ما يقرب من مليوني شخص في شمال شرق إنجلترا تحت إجراءات عزل لحصر تفشي فيروس كورونا بعد تسجيل أكثر من ستين إصابة بين كل مائة ألف شخص في هذه المنطقة منع اختلاط الأسر المنفصلة والتقيد بتجمعات لا تتجاوز ستة أشخاص كما على المطاعم والمقاهي إغلاق أبوابها مبكرا وهذه القيود ستمتد إلى الشمال الغربي من البلاد لإبطاء انتشار الفيروس إجراءات محلية يراها المسؤولون ضرورية للتفادي إغلاق عام للبلد الإغلاق العام هو خط الدفاع الأخير ونريد استخدام الإجراءات المحلية واتبع الناس قاعدة تجمع لا تتعدى ستة أشخاص على مدى الأسبوعين الماضيين شهدت بريطانيا تسجيل ما بين ألفين وأربعة آلاف حالة يوميا وهو ما أثار قلق هيئات الصحة للسيطرة على وباء كورونا مع اقتراب فصل الشتاء الذي تشهد فيه المستشفيات ضغطا كبيرا بسبب الأمراض الموسمية كما أدت طلب الهائل لإجراء اختبار كورونا تخطي القدرة الاستيعابية لنظام الفحص يا لها من مضيعة للوقت الأمر يزداد غموضا مع انتظار الكثير من الناس يبدو أن هناك خطأ آخر حدث في مكان ما المجيء إلى هنا اليوم والتحدث إلى الناس الذين ينتظرون لمدة ساعة ونصف اكتشفت أن الفحص غير متوفر إنه أمر جنوني وبسبب الإجراءات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اتهت ساعة سودي الحدث لهذا اليوم فتحنا فيهم عددا من الملفات غدا ساعتان أخريان متجددتان وللحدث بقيا